أيضا تتابعون معنا في الحر الليلة والنبقى في السودان اذ تعالت أصوات الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم صباح الاثنين رغم تمديد الهدنة بينما دخلت المواجهات المسلحة بين الطرفين المتناحرين أسبوعها الثالث وشهدت العاصمة الخرطوم اشتباكات مسلحة وغارات جوية وإطلاق نار وانفجارات دارت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم المناشدات الدولية والدعوات للالتزام بوقف إطلاق النار فأين تتركز الاشتباكات العسكرية في الخرطوم وما دلالات التحركات العسكرية في العاصمة وإلى أين يتجه المشهد العسكري في السودان ومشاهدين نتابع الآن آخر التطورات الميدانية عبر الشاشة التفاعلية هنا ونتابع آخر التطورات الحاصلة فيما يخص العمليات العسكرية سنبدأ بالتأكيد من العاصمة الخرطوم وأضع أهم النقاط الحيوية فيها داخل دائرة حمراء بالتأكيد يتركز القصف فيها بصورة مستمرة على القصر الجمهوري القيادة العامة وأيضا مطار الخرطوم الدولي منذ بداية الاشتباكات منذ اليوم الأول مشاهدين كانت هذه المناطق هي المناطق التي يركز عليها الطرفين في العمليات العسكرية الدائرة هناك تحديدا في محيط القيادة العامة بالنسبة لتطورات اليوم دعونا ننتقل إلى منطقة أخرى أم درمان أيضا هذه المدينة مشاهدين شهدت أيضا اشتباكات عسكرية تحديدا في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون كان هناك أيضا انفجارات في هذه المنطقة التي شهدت اشتباكات في اليوم الأول وكان أيضا هناك تحليق للطائرات طائرات الجيش السوداني في أم درمان بالمقابل قوات الدعم السريع ردت عليها بإطلاق مضادات أرضية في هذه المنطقة ننتقل أيضا الآن مشاهدين إلى الخرطوم بحر هذه المنطقة أيضا التي تدور فيها اشتباكات وشهدت أيضا انفجارات وشهد فيها دخان وتحديدا شهدت الاشتباكات في الخرطوم البحري عدة مناطق في منطقة كافوري وشمبات والصبابي وكانت هناك أيضا اشتباكات مستمرة دارت ما بين الطرفين المسلحين في أحياء حلة حمد وخوجلي وشارع السيد علي ومنطقة وسط المدينة عموما فيما يخص التطورات العسكرية قوات الدعم السريع اتهمت الجيش السوداني بشن هجوم بالمدافع على دائرتها الطبية في شمبات بمدينة بحري ما أدى إلى مقتل عدد من الكوادر الطبية وجرح من الجانبين بدوره الجيش السوداني مشاهدين قال بأنه أحبط تحركات لتعزيزات عسكرية للدعم السريع من غرب السودان باتجاه أم درمان هنا هذا كان المشهد بالنسبة للتطورات العسكرية الحاصلة اليوم في السودان ننتقل الآن بالنسبة لتطورات عمليات النزوح والإجلاء الإنسانية أيضا عبر هذه الخارطة التفاعلية سوف نبدأ الآن من مدينة بورت سودان هنا مشاهدين هذه المدينة نبدأ من الشرق تتمتع الآن في ضوء هذا الاقتتال الدائر بنقطتين النقطة الأولى هو التوافد النازحين السودانيين إلى هذه المدينة بحثا عن ملازن آمن بالإضافة إلى أنها نقطة مهمة لإجلاء الرعاية العرب والأجانب حتى الآن مصدر حكومي بولاية البحر الأحمر قالت بأنه تم إجلاء أكثر من تسعة آلاف من رعاية الدول المختلفة عبر الميناء ننتقل الآن مشاهدين إلى منطقة أخرى منطقة القضارف حيث يوجد في هذه المدينة معبر القلابات هي تقع في المنطقة الحدودية ما بين السودان وإثيوبيا تجاوز عدد النازحين إليها خمسة آلاف شخص نتجه الآن إلى الشمال مشاهدين هنا في المنطقة الحدودية ما بين السودان ومصر نتحدث عن معبر أرقين حيث تفيد المصادر المصرية تحديدا بأنه حتى يوم أمس تم إجلاء حوالي سبعة آلاف مواطن مصري من السودان إلى مصر وننتقل إلى غرب السودان تحديدا إلى الجنين مشاهدين في هذه المنطقة وبحسب تقديرات الأمم المتحدة عبر حوالي عشرين ألف الحدود على الأقل نحو دولة أتشاد المجاورة بتأكيد منذ بداية هذا الاقتتال مشاهدين كانت هناك التحذيرات المستمرة التي كانت تتحدث وتقول بأن تأثير العمليات العسكرية سوف يمتد إلى الدول المجاورة عموما نتحدث أكثر في قراءة عسكرية مشاهدين لآخر التطورات الحاصلة في السودان وللتعليق أكثر حول هذا الموضوع من الجانب العسكري ينضم إلينا من عمان الدكتور عمر الرداد المحلل العسكري والاستراتيجي أهلا بك معنا دكتور عمر إذن كما ذكرنا قبل قليل تتركز العمليات العسكرية من الجانبين في العاصمة الخرطوم ما خطورت ذلك برأيك من الناحية العسكرية؟ مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين أعتقد أهمية العاصمة كان واضحا منذ بداية الاشتباكات في الخامس عشر من نيسان أن العاصمة هي المركز ويتواجد في العاصمة القصر الجمهوري بالإضافة إلى مركز القياد العام وقيادات الأسلحة السودانية المختلفة إضافة لمركز الإذاعة والتلفزيون السودانيين القناع لدى الطرفين والمعرف المسبق أن من يسيطر على العاصمة يستطيع أن يسيطر على السودان ويثبت سيادته وريادته للجمهورية السودان بكل تفاصيلها وعلى مساحاتها المختلفة لكن ما أريد أن أشير له أن هذه المعارك التي تجري اليوم وفق التقرير الذي تفضلت به والتي تتركز اليوم على مناطق خرطوم بحري فيما خفت المعارك في أم ذرمان ومناطق الجنوب بعد فيما يبدو تحقيق سيطرة من قبل الجيش السوداني عليها أريد أن أشير حتى يفهم المشاهد العربي الكريم ما الذي يجري في السودان أن هذه القوات قوات الدعم السريع كانت متواجدة قبل انطلاق هذه العمليات في الخامس عشر من الشهر الجاري وضمن ترتيبات مع القوات المسلحة حيث تم نشرها بأماكن مختلفة بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة بمعنى أنها لم تأتي مع انطلاق الأحداث من مناطق خارج العاصمة واحتلت هذه المناطق على صعيد الموازين العسكرية واضح اليوم جدا نعم عادة أيضا يقال فيما يخص العمليات العسكرية بأن من يمتلك سلاح الجو يمتلك الأرض نحن نعلم بأن الجيش السوداني إن صح التعبير هو يتسيد السماء بحكم أن لديه هذه الطائرات ولكن بالمقابل لماذا لم يستطع الجيش السوداني حتى هذه اللحظة أن يدفع بقوات الدعم السريع إلى خارج العاصمة الخرطوم أعتقد الأمر الإجابة على ذلك بسيطة وهي أن طبيعة قوات الدعم السريع وأسلحتها تستخدم سيارات الدفع الرباعي وأسلحة خفيفة مضادات للطائرات ومدافع قصيرة المدى وهونات ومشابه هذا يسهل حركتها بخوض حرب عصابات وهي تستطيع أن تتحرك بين الأحياء السكانية لتأمين الحماية ونرى اليوم أن الجيش السوداني أيضا يواجه إشكالية بهذا الجانب في خوض حرب العصابات وهو أنه سيصطدم لمحالة بالأهالي وسيتسبب بتفجير أنهار من الدماء لأناس أبرياء وهو يقدم نفسه بصورة الجيش رمز الدولة وحامل المواطنين لذلك من الطبيعي أن تكون بعض مثل هذه العمليات تحدث بأنه يتم سيطرة الجيش في الصباح على منطقة محددة ثم ما يلبث أن يعود بعض قوات الدعم السريع وانتشاراته لاحتلالها وهذا ما يسبب التناقض وحجم التضليل والإدعاءات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي أو البيانات الإعلامية وفي ضوء هذه المعطيات التي تتحدث عنها سيد عمر الرداد يعني كيف سيتجه المشهد العسكري الآن وكيف من الممكن أن يتم إيقاف هذه العمليات العسكرية أعتقد واستنادا إلى فشل الهدن التي تم التوافق عليها بدعم وضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية واختراق هذه الهدن المرة تلو الأخرى من الواضح اليوم أن ليس هناك أفق حقيقي رغم ما يتم الحديث عنه عن مفاوضات وإرسال مبعوثين لبدء مفاوضات ويبدو أنه كلما طالت الحرب كلما حقق الجيش المزيد من النجاحات لأسباب عديدة ومختلفة من بينها أن الجيش يملك قوات منظمة بينما قوات الدعم السريع ضربت قياداتها ومراكز السيطرة والتحكم فيها فأصبحت قوات لا تستند إلى قيادات مركزية حقيقية على وعلى أن الجيش يستطيع أن يسد فجوات السلاح المفقود ما يفقده خلال المعارك بينما هو موضع استفهام بالنسبة لقوات الدعم السريع التي تم محاصرتها وقد أشرته اليوم في تقريركم إلى أن بعض قوات الدعم القادمة من غرب السودان من شمال من مناطق الغرب في دارفور من تجاه الخرطوم قد تم التصدي لها من قبل الجيش السوداني وتحديدا من قبل طائرات سلاح الجو وقصف الكثير من الأرتال العسكرية والجيوش القادمة لمساندة الدعم السريع على المدى البعيد وعفوا في المدى المنظور خلال الأيام القليل القادمة يجب أن نتذكر وأن نتدرج في الأماكن التي كانت تجري فيها المعارك على سبيل المثال اليوم لم يعد هناك حديث عن معارك في جنوب السودان في جنوب الخرطوم والسبب بسيط أنه تم تحرير هذه المنطقة بالفعل لصالح الجيش السوداني أنا أشكرك جزيلا شكر من عمان الدكتور عمر الرداد المحلل العسكري والاستراتيجي شكرا جزيلا لك